اشتركوا في القناة فهذا الفيديو مقسم الى ثلاثة اجزاء فالجزء الاول سوف يكون عبارة عن مصطلحات تتعلق بالولادة والحمل الجزء الثاني سوف يكون عبارة عن عبارة او اسئلة تتعلق ايضا بالولادة والجزء الثالث سوف يكون خاص بمستلزمات الموجود او البابي وبنسبة لمن يهمه الامر فليتابع مع الفيديو الى الاخر فالحامل بالفرنسية هو فانتبه هنا دوزز دوزز لويله داب الفرنسية هيا لاخوشمن الانقبادات او التقلصات الانقبادات او التقلصات الانقبادات او التقلصات ناتوريل او بيا لاخوشمن لاخوشمن الانقبادات او التقلصات الانقبادات او التقلصات او التالت الثاني هو من شهر الثالث الى شهر السادس والتروازين خيمستر او التالت هو من شهر السادس الى شهر تاسع عسر الويله دابات لادستوسي لادستوسي فبالنسبة لادستوسي سي لادفكولتي كي بي سورvenir لغ دانقوشمن يعني صعوبة لكي مكنسكون او عسر ليمكنسكون لويله دابات لانقبادات لادستوسي مستشعر الى شهر نسبة لويله دل موبكيران لف Granados يعط دَيْبْرِس Russell Pder blossom دِيْبْرِس eureر دِيْبْرَicio والا كتئب بيرينتال والا كيكون فى وقت النفس يني الوقت فى الشهات sentee للمرأة دونك الويلة دفي الماء هي الكوشمان دون لأو الرضاعة فالرضاعة بالفرنسية هي الالتمن الالتمن الويلة بيتنقول انا كان رضع يعني انا مثلا كان رضع ابني فاغنقول جالت من بيبي فالنسبة للرضاعة الطبيعية يعني الرضاعة اللي كتعطيها الام الابن تاعها كتسمى والنسبة للرضاعة المختلطة فهي الرضاعة الطبيعية ورضاعة الصناعية يعني الطفل اللي كياخد رضاعة طبيعية من عند القوم بتاعه ورضاعة الصناعية يعني من الحليب الصيدلية الرضاعة المختلطة بالفرنسية هي 씨 اوه الرضاعة المختلطة وبالنسبة للرضاعة الاصصناعية بالفرنسية فهي يعني صناعي يعني اللي بيبي كي ياخد بيوبرون فيها حليب صيدلي يعني حليب السماعي بالنسبة للبأ اللبأ فا مو ينفع اللبأ روه معروف لكولوستروم بفرنسية هو لكولوستروم 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 هو اللبأ من قطاع الرضاعة لغالاكتي 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 هل ان膨ارة تحصل على كيثير موضوع انا انقطاع الحليب جنين هو أمبريان بجني في الاسابيع الأولى حيث يكون الرئيس مثل اليدين الرجلين يعني where it is فيتس فلم يكون أمبريان ومن بعد كي تسمى فتوس رضيع بالفرنسية هو نوريسان 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 هو رضيع مولود جديد هو نوفوني 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 بالنسبة هنا عندي لابيريدورال لابيريدورال بالدرجة المغربية نستطعper gusto فأيض cyst تخزير الموضعي في الظهر أثناء الولادة الطبيعية وهذا كنتم يتمبع بداية المنطقة synth لهم بدون لالى المتفق في الولادة الطبيعية بالنسبت بالنسبة لآخر يكون في الولادة الطبيعية وبالنسبة للأبيريدورال فالأغلبية أو أغلبية النساء الحوامل يفضلنا للأبيريدورال اللي هي هاد شو كانت تخدير اللي كتكون في الظهر انت المرأة وما كتخلاش تحس بالألم أثناء الولادة فدجا قلنا أن الحامل هو لغروسس ولكن إلا بيت نقول إن مرأة حامل فرنقول إن فام أنسانت فإلا بيت نقول أنا حامل رنقول je suis enceinte je suis enceinte vous êtes enceinte dans quel mois هنا إلا بغتت تسولي شئ إمرأة حامل بغتت تسولي ها أنت حامل في أي شهر أو في أي شهر يعني وصلت فرنقول إن فرنقول إن فرنقول إن مرأة حامل في أي شهر donc إن أشمن شهر وصلت vous êtes enceinte dans quel mois فممكين جاوب ماتالل je suis enceinte je suis enceinte au 9ème mois يعني أنا حامل في شهر تسير أو وصلتو شهر تسير باية أنا حامل في شهر تسير je suis enceinte au 9ème mois 9ème mois ممكين جاوب ماتالل ممكين جاوب ماتالل ممكين جاوب ماتالل ممكين جاوب ماتالل يعني ندي ولد j'ai un garçon quel est le nom que vous avez choisi pour votre fils ou bien votre fille فبالنسبة للمس اللي كي عيشوا في فرنسا فلحسب العلم انتاعي أن السيدة بمجرد ما كتولد كي خصا تعطاهم الاسم انتاع البابنتاها فكي خصا تكوني اختارتي الاسم فيعني بمجرد ما تولدي كي خصا تعتاهم الاسم وكي سجلوه للبابنتاك donc كي خصا تختاري الاسم قبل ما تولدي ممكين جاوب عندك ويقول لك quel est le nom que vous avez choisi pour votre fils ou bien pour votre fille فهات قولي لهم le nom هو واتعتاهم الاسم انتاع البابنتاك est ce que c'est votre premier bébé واش يعني هدا هو المولود اللوينتاك est ce que c'est votre premier bébé فممكين جاوب لهم بوي سي من premier bébé ou bien دولهم نو جاي دي زوتر bébé دابان دوزن تعرفو على بعض المستزمات الخاصة بالبابنت فهات سرير فاش كي نام رضيع كي تسمى le berceau le berceau le berceau بالنسبة لها كاتة أو الهاية بالفرنسية la sucette la sucette ولكن قولو la tétine la tétine le biberon le biberon رضيع بالفرنسية le biberon بالنسبة لها كاتة الصدرية كاتتسمى un bavoir un bavoir un bavoir le siége auto pour bébé le siége auto pour bébé فبالنسبة لهاد الكورسي انتع السيارة فاكيتما سيège auto pour bébé وبالنسبة لهاد اللي في الصورة فا هو siége auto le thermomètre هنا عندي le chauffe-biberon فا le chauffe-biberon هو الجهاز اللي كيتخن الرضاع كيتما le chauffe-biberon بالنسبة لستيرilisateur du biberon فا هو المعاقيم الرضاع المعاقيم stérilisateur un porte-bébé فا le porte-bébé هو حامل الرضاع أو حاملات الرضاع فا اشكن هزو le bébé كيتما un porte-bébé une gronuiere une gronuiere la gronuiere هي l'beidla نتع الرضاع دي كل l'bisa اللي كيتنبسوا le bébé كيتكون يعني بيدلة بيدلة وحدة فكيتسمى une gronuiere بهذا كنوصلوا لنهاية الفيديو فا كانت منى هاد المتتبعة اللي طلبتني ندير هاد الدرس كانت منى تكون استفدت معنا وكانت منى نكون نفدها ولو بالقليل فيعني حاولت نجمع المصطلحات او العبارات اللي كيتعلقوا بالولادة والحامل فحاولت ما امكن ننظر على كل شي وبعدها مستلزمات نتع البيبي فكانت منى تكون استفدت معنا وكانت منى تولد باخر وعلى خير ان شاء الله يوجمع نساء الحواميل ويكونوا اللي ببنتهم في صحة جيدة ان شاء الله فما تنساوا الشيء اللي عجبكم الفيديو فشاركوا مع النساء اللي ممكن انهم يستفدوا منو فالكنتو عارفين بعض المصطلحات او العبارات اللي كيتعلقوا بالحامل او الولادة وانا ما اذكرتم مش في الفيديو فما تنساوش تخلوهم في الكومنتر باش تعاونوا هاد السيدة وكيف باليكم في العنوان فهدا درس خاص بالنساء ضوك ما فيها بس نعاونوا بعضياتنا وكتبوا في كومنتر للمسائل اللي كتعرفو انتما كيتعلقوا بالولادة والحامل بالفرنسية وكشكركم اللي حسن تتبع وانتلقوا في حيثة مقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة